موسيقى قال مدير مجمع الشفاء الدكتور محمد أبو سلمي أن أكثر من 150 شهيدا تحللت أجسادهم وهم في وضع مأساوي جدا ولا حل سوى دفنهم في ساحة المشفى وأضاف يقوم الأطباء والممرضون وبعض النازحين في المستشفى بحفر القبور بأنفسهم في هذا المجمع لدفن هؤلاء الشهداء وأكد مدير مجمع الشفاء أن المستشفى أصبح لا يقدم أي خدمة بسبب الحصار وأن العالم كله يعرف المعاناة والمأساة التي يعيشونها في مجمع الشفاء وكل القطاع الطبي في شمال غزة منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصليب الأحمر وباقي المنظمات العالمية وأضاف هذا أمر إن استمر على ذلك هو حكم بإعدام وموت كل من هم في المستشفى من الجرحى ومن المرضى ومن التواقم الطبية ومنذ أكثر من 39 يوما يسن جيش الاحتلال الصهيون حرب إبادة جوية وبرية وبحرية على كامل قطاع غزة مخلفا آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين